بكبسة واحدة بس كل شخص مننا صار بيقدر يتابع معاملاته العقارية أونلاين من خلال ويبسايت وزارة المال والمدرية العامة للشؤون العقارية اليوم ومن خلال الموقع www.lrc.gov.lb أو من خلال الموبايل أب الخاص بالمدرية تحت اسم LRC وبهدف الحد من متاعب المواطنين وتقريب الوزارة والمدرية إلى المواطن وتسهيل التواصل معهم بمجال متابعة المعاملات العقارية صار فيكن ومن خلال خدمة متابعة إفادة الملكية إنكن تعرفوا وضع معاملة إفادة الملكية هالخدمة المجانية المتاحة على مدار الساعة بتحدد المرحلة يلي وصلت لإفادة مع النسبة يلي أنجزت منها بكفى إن كنت زوروا موقع وزارة المال المدرية العامة للشؤون العقارية أو تستعملوا التطبيق الخاص بالمدرية تحت اسم LRC ومن بعدها تضغط على الزر متابعة إفادة الملكية من بعدها بتختاروا نوع الطلب إن كان إفادة ملكية لللبنانيين أو إفادة ملكية للأجانب بعدها بتم إدخال تاريخ ورقم الطلب والضغط على زر إظهار النتيجة هون بتبين المرحلة يلي وصلت للمعاملة إذا كانت منتهية أو لا نسبة إنجازها والسبب بحال عدم اكتمالها مع خدمة متابعة إفادة الملكية تاخد المدرية العامة للشؤون العقارية خطوة إضافية نحو تعزيز ثقة المواطن بإدارتها كإدارة متطورة وكل هذا بإطار موجة التغيير يلي أطلقته وزارة المال موقع وزارة المال المدرية العامة للشؤون العقارية بوابة جديدة وشفافة للحكومة الإلكترونية الحديثة بلبنان بكبسة وحدة بس صار عقارك بإربك